كثير توصلني أسئلة من الشباب بتبلش بكيف أكون أو كيف أصير يعني كيف أكون سعيد، كيف أصير شغوف، كيف أكون ثري، كيف أصير ناجح، كيف أكون سؤال منطقي جداً ويعني من البديهة أنه إحنا نسأله ولكن إذا سألناه بدون وعي بصيغته الحالية هذا السؤال ممكن يتعبك كثير وممكن يكون هو السبب اللي بيخليك مش عم توصل لأهدافك ليش وشو الحل في هالفيديو السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في فيديو جديد أيها الشعب السائد الجميل أصدقاء سائد يونس في كل مكان حياكم الله وارجعت لكم بفيديو جديد ومعلومة بسيطة بتمنى أنها تفيدكم وتنال إعجابكم لو أنت جديد معنا بالقناة اشترك حتى ما يفوتك أي فيديو من الفيديوهات الجاي المشكلة بالأسئلة اللي ذكرتها في البداية أنه هي أسئلة غير محددة ولما تكون الأسئلة غير محددة هي بتعطي مجال للعقل أنه يسرح ويمرح ويلاقي لنا الإجابات اللي على كيفه ومش بالضرورة هاي الإجابات بتكون بتفيدنا عشان أقرب الموضوع أكثر لو مثلا أنا سألت حالي كيف أكون سريع وأنا بحكي أنه يا جماعة أنا تعيس ومش مبسوط بحياتي لإني مش سريع وأنا بدي أدور على طريقة أكون فيها سريع كيف أكون سريع رح أنزعج ورح يعيش أيامي متنكد لأنه أنا مقتنع أنه أنا مش سريع وعقلي رح يصير جبل لي إثباتات وإفدنس دلائل أنه أنا مش سريع ولكن لو أنا جدي في التطوير ذاتي ولو أنا فعلا ناوي أتطور ذاتي صاح بالأول لازم تحدد أنت بيشو بدك تكون سريع بدك تكون سريع بالركض بدك تكون سريع بالقراءة بدك تكون سريع بالكتابة بدك تكون سريع بالطباعة على الكمبيوتر لهازم تحدد انت بشو بدك تكون سريع لما تحدد اولا انت بشو بدك تكون سريع هيك بتزيل الغباشة عن عقلك فعقلك خلص اوكي انا بدك تكون سريع بالركض معناه تصار واضح ايش بدك تعمل بدك تتدرب على الركض بدك تجيب ملابس للركض ممكن بدك تجيب حذاء خاص بتصير انت اقرب الى تحقيق هذا الهدف كل ما حددت اكثر كل ما اقتربت اكثر من تحقيق هذا الهدف بنفس الطريقة لما اقول انا كي بدك اكون شغوف ايه الشغوف يعني هاي مساحة مفتوحة جدا واسعة للعقل يسرح ويمرح فيها على كيفه فعالاغلب ما رح يلاقيه لك او ما رح يجب لك الاجابات اللي بترضيك وبتريحك وبتخليك شغوف بينما لو سألت مثلا كيف ممكن ازيد شغفي بعملي 10% خلال شهر كمثال تقريبي يعني هيك بس انه احنا نكون محددين كيف ممكن ازيد شغفي بهواياتي او مع عيلتي او في علاقاتي الاجتماعية لما تحدد انت بايش بدك تزيد شغفك وبشو بدك تكون شغوف وشو هي النسبة اللي انت بدك ترفعها هيك خلص انت رحت من حيز التفكير اخدت القرار والان بدك تنتقل الى حيز الفعل التنفيذ وهنا بتكون اسرع واسرع قاعد بتوصل اهدافك في الحياة طبعا هذا منقدر نطبقه على جميع الاسئلة من هذا النوع كيف بده اكون سعيد كيف بده اكون فري كيف بده اكون مبسوط كيف بده اكون اجتماعي كيف بده اكون محبوب لما تسأل اسئلة مفتوحة النهاية بتتعب عقلك وبتعب حالك وما بتوصل لاهدافك ولكن كلما حدد اكثر كلما سهلت لنفسك الوصول لاهدافك بشكل اكبر هاي هي الفكرة اللي حبيد اشاركها معكم فكرة بسيطة ومثل العادة انا بحب داما اشارك معكم الافكار البسيطة لكن اللي وزنها كبير واذا طبقناها رح تنعكس بشكل كبير في حياتنا لو عجبك هذا الفيديو اعمله لايك وشاركه مع اصدقائك والاهم من هيك طبق المعلومات اللي وردت فيه حدد اهدافك بشكل اكبر اسأل حالك يا ترى انا شو بدي وحاول تكون محدد اكبر قدر ممكن او باكبر ما يمكن حتى توصل اهدافك باسرع ما يمكن واشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم على خير الى ذلك الوقت دمتم ومن تحبون بكل الخير السلام عليكم ساعد يونس اشتركوا في القناة